ليلى الجزائرية فنانة وراقصة جزائرية ولدت في غاهران في عام 1927 شاركت الفنان الراحل فريد الأطرش بعدة أعمال منها فيلم عوزة تجوز لحن حبي وتبلغ من العمر الآن 95 عام وتعيش في باريس الفنانة إيمان اسمها الحقيقي ليلى هلال يسين ولدت في 5 إبريل عام 1938 قدمت عدة أعمال مع فنان الزمن الجميل منها فيلم عهد الهوى أيام ولياني تعيش الآن في فيينا وتبلغ من العمر 84 عام الفنانة سلوى محمود ولدت في 26 يونيو عام 1929 اشتهرت بالأدوار السنوية المساعدة من أشهر أعمالها دور نبوية في اللص والكلاب وتبلغ من العمر الآن 93 عام الفنانة اعتدال شهين ولدت في 19 أغسطس عام 1929 ظهرت في فترة الخمسينات من القرن الماضي من أبرز أعمالها دائرة الانتقام المتشردين استغسر من العالم الآخر تبلغ الآن من العمر 93 عام وهي شقيقة الفنانة الراحلة فتحية شهين الفنانة كريمان وهي إحدى فنانات الزمن الجميل ولدت في 18 ديسمبر عام 1936 من أهم أعمالها الفنوس السحري سكر هانم الحموات الفاتينات وتبلغ الآن من العمر 85 عام الفنان محمود قبيل ولد في 8 ديسمبر عام 1946 من أهم أعماله هوانم جاردن سيتي القاضي والجلاد لحم رخيص ويبلغ الآن من العمر 76 عام الفنانة شريفة ماهر ولدت في 30 ديسمبر عام 1932 اسمها الحقيقي هدى ماهر القفراوي من أهم أعمالها أعز الحبايب الفنوس السحري وتبلغ الآن من العمر 90 عام الفنانة ليلى حمادة ولدت في 14 مايو عام 1951 من أهم أعمالها الشهد والدموع وامبراطورية ميم وتبلغ الآن من العمر 71 عام الفنانة مجد حمادة وهي الشقيقة الصغرى للفنانة ليلى حمادة ولدت في 12 يونيو عام 1954 بالقاهرة من أهم أعمالها الشيطان والحب الشهد والدموع رأفة الهجان وتبلغ الآن من العمر 68 عام الفنانة كوسر شفيد ولدت في 23 ديسمبر عام 1930 من أهم أعمالها الوسادة الخالية عدو المرأة معسكر البنات وتبلغ الآن من العمر 92 عام الفنانة والمطربة الكبيرة شريفة فوضل ولدت في 15 ستنبر عام 1938 اسمها الحقيقي وفيدة أحمد ندا من أهم أعمالها ليلى رهيبة أولادي مفتش المباحث وتبلغ الآن من العمر 84 عام الفنانة نعيم عيسى ولد في 6 يناير عام 1937 من أبرز أعماله المتسول ريا وسكينة الباشا تلميز ويبلغ الآن من العمر 85 عام الفنانة فدي عكاشا ولدت في 10 ستنبر عام 1941 من أبرز أعمالها فيلم الحرام يومية ونيس فجر الإسلام وتبلغ من العمر 81 عام الفنانة أمار رمزي ولدت في 6 يونيو عام 1943 اسمها الحقيقي كمالات عباس نسين من أبرز أعمالها قلبه البواب سفح النساء السادة المرتشون وتبلغ من العمر الآن 80 عام الراكسة كيتي راكسة شرقية يونانية ولدت في 21 إبريل عام 1927 من أهم أعمالها عفريتة إسماعيل يسين وتبلغ من العمر الآن 97 عام وتعيش في اليونان